السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد اليوم نعمل تخطي لحساب اي كلاود لجهاز ايفون 7 بادات حفيدك الاصدار الجديد لا اخر تحديد في الاداة اشترك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد زي ما انتم شايفين الجهاز اصداره 15.8 عملنا الو ريستور والجهاز جاهز عشان نبلش العملية اول شي راح نشغل الاداة باشرة طبعا شرحنا في الفيديو السابق طريقة تفعيل الاداة وتشغيلها تفعيلها مجاني طبعا هاي الفيديو اللي موجود فيه شرح طريق التحميل وتثبيت وتفعيل الاداة الاداة مجانية 100% الان اول خطوة بدي اعملها لبداية لا فتح الاي كلاود اعمل بعد ما افتح الاداة راح اعمل ريجستر للحساب تبع الجهاز اللي انا بشتغل عليه بضغط على اس ان ريجستر بعدين بضغط اوكي افتح معي المتصفح بالشكل الآن خليني انزل المتصفح واجي اعمل شيك ليش عشان يعمل نسخ للسيريال تبع الجهاز اعملت لو اجيت اعملت الخيار التاني جنريت اكتيفيشن فايل نو سيريال نمبر هيعطيني انه الموبايل مش معمول له ريجستر بضغط اوكي هيك نسخ السيريال تبع الجهاز تمت عملية النسخ باجي على بضغط كمان مرة هون عشان تطلع لي الشاشة كمان مرة تطلع عندي بالشكل هون باجي باختار من الموقع ايفون 7 باجي هون وبعمل لسق بعمل ريجستر اي سي اي دي هنا بحكي لي تم اضافة الجهاز بنجاح هيك انا بكون ضفت الجهاز طبعا هاي العملية مجانية مية بالمية والاداة كل خطوات كل الشغل عليها مجاني بسكر هون وخلصت من هاي الخطوة بالأولى الخطوة الثانية برجع بعمل check device اقرأ الجهاز بشكل كامل واضغط اوك بعدها بعمل generate activation file هنا عمل الملف وعطاني انه تمت العملية بحكي لي انه ادخل الجهاز بوضع defu mode الان كيف ندخل الجهاز بوضع defu mode الجهاز بكل بساطة اول شي لازم ندخله بعدها بتدفي موته نضغط على power بعدها منطفل الجهاز بعدها منضغط خفض الصوت خفض الصوت لوحده اضغط على خفض الصوت وبنتظر لغاية الجهاز ما يدخل في وضع recovery بالطريقة هاي افضل اشي انك تدخل الجهاز بوضع recovery من بعدها ال defu mode عشان خلال عملية ما يطلع الجهاز ويشتغل في الوضع الطبيعي يعني اني بتصير معهم هاي المشكلة هاي الحل النهائي الى الآن عشان ادخل الجهاز بوضع defu mode بدي اضغط خفض الصوت وال power ولما اضغط في الشاشة بعد واحد اتنين ثلاث بشيل ايدي عن ال power فقط وبضل ضاغط على خفض الصوت واحد اتنين ثلاث بضغط بضل ضاغط على خفض الصوت فارفع ايدي عن ال power بالشكل هون زي ما شفتوا الجهاز دخل في وضع defu mode والشاشة ضلت سودا خطوة التالية بعمل check device للجهاز زي ما شايفين اخد مدير الجهاز هون 5.7 هون طرق الجهاز خلينا ننتبه على هاي سطوة 100% زي ما شفتوا اعطاني دن الجهاز هون قام بالعملية بشكل صحيح اذا ما تمت عندك هاي العملية هون وما اعطاك دن اعطاك خطأ او فيلد الخطب اللي راح تعملها انك راح تعمل جيل بريك للجهاز كيف ذاك تعمله جيل بريك شرحنا في فيديو سابق طريقة عمل جيل بريك لايفود 7 بنفس الاداة هاي تضغط هون على الخيارات تفتح معك الاداة وهون بتعمل الجيل بريك الجيل بريك شرحته في فيديو سابق انا عندي مدام اعطاني دن والامور كويسة لانه معالج اللي عندي في الجهاز انتل ما عندي اي مشكلة اذا كان معالج عندك اي ام دي فراه يعطيك فيلد بتغطر تعمل جيل بريك عشان تكمل الخطوات انا عندي الخطوات سليمة فراه ابلش بعملية البوت اعمل بوت ايو اس خمستاش وبضغط عليه ننتظر للجهاز يقوم بعملية الرام ديسك بشكل بشكل تعمل اذا ما كنت مشترك بالقناة اشترك بالقناة تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد اللايك اللي بتعمله بساعد على انتشار الفيديو وبتخلي غيرك كمان يستفيد دايما شايفين الجهاز بيقوم بعملية الرام ديسك طبعا الفيديوهات اللي بيكون مكتوب عليها مع شبكة بتكون هي شرحها مع شبكة دايما شايفين الجهاز بلش في عملية الرام ديسك دخل في وضع الرام ديسك ننتظر اللي يعطينا اوكي اعطانا اوكي تمام دخل الجهاز بوضع الرام ديسك بشكل طبيعي الخطوة التالية بروح على هالو اكتف وبضغط عليها نمشي بالخطوات بالترتيب ما نتجاوز اي خطوة عشان العملية تتم معنا بشكل ناجح وزي ما حكتلكم بالنسبة لتفعيل الاداة لأول مرة بتشغلها اه على الفيديو اللي اقشرت الو بأول الفيديو طريقة التحميل والتثبيت الان الجهاز يعني اخر خطوة بيعمل اكتفيشن ننتظر لغاية ما يعمل اكتف اعمل اكتف وعمل شكب بايس سكسسفولي اكتفيت ننتظر ليشتغل الجهاز اما انتم شايفين جهاز طح بشكل كامل وهذا هو الجهاز تشتغل شكل كامل بالأمور 100% هذا كان الشرح الفيديو قريت اذا عجبك الفيديو تضغط لايك تشترك بالقناة نراكم على خير ان شاء الله في الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته